مصطلح التمكين الديمقراطي كل هذه الأوراق والمبادرات والمصطلحات لم تجد لها إلى الواقع الأردني أي سبيل أو أي طريق هذا المصطلح من شأنه أن يشغل الحياة السياسية وقد بدأ بالفعل بالنقى بالمعنية بالانشغال بهذا المصطلح لفترة من الزمن إلى أن يتضح أنها عبارة عن فكرة غير قبل للتطبيق المشكلة في الأردن أن الأردن يعاني من غياب الإرادة السياسية الجادة في التغيير والإصلاح والصناع القرار في الأردن من شأنهم أن يشغل الرأي العام ويغرقوه بمجموعة من التفاصيل والمبادرات والأفكار والعنوين ولكن حتى اللحظة ما زالت المقاربة التي يمكن أن تنقل الأردن إلى مرحلة التحول الديمقراطي ما زالت هذه اللحظة غائبة عن الوجدان الأردني السياسي أو الإرادة السياسية الأردنية معنى التمكين الديمقراطي يستوجب أن يكون هناك حياة ديمقراطية في الأردن فهل الحياة الديمقراطية موجودة في الأردن؟ بالتأكيد لا وخاصة أن المشهد السياسي ينكشف بمجلس نواب يأتي بموجب قانون انتخابات موضوع خلاف والتوافق الوطني على خلافه انتخابات شابة الكثير من الإجراءات والتزوير الانتخابات النيابية لم تستطع أن تنتج مجلس نواب يحظى بالتلون السياسي وحزبي ومعارضة وموالاة مجلس نواب فشل في أن يسمي رئيسا للحكومة فأنتجت اللوحة الأردنية نفس رئيس الوزراء السابق هو بنفس البرامج مجلس النواب أصبح عبئا على الدولة الأردنية كما كان متوقعا لا يوجد هناك أغلبية برلمانية لا توجد أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب فأين هو التمكين الديمقراطي وأكثر من ذلك أين هي الحياة الديمقراطية